ترجمة نانسي قنقر وها هي اليوم تشرع بتدريب منتسبيها على كافة التقنيات المتعلقة بهذا الخصوص شباب متميزون خاضوا اختبارات عدة ليفوزوا بمقعد في أكاديمية المستقبل الرقمي وها هم اليوم يخوضون هذه التجربة الغنية بالمعرفة والعلوم التقنية من خلال أكاديمية الذكاء الاصطناعي والتي دشنت خصيصا لتكون ضمن المنظومة التعليمية في المملكة بمباركة من القيادة الحكيمة مع انطلاقة مباررة خال بن حمد للابتكار في الذكاء الاصطناعي سنة 2018 كان هناك راغبة من الجمهور ان يدخل في المجال بشكل اكبر وفوجه سموه شيخال بن حمد لدعم هذا المجال فبالتعاون مع شركان مايكروسوفت تم طرح فكرة انشاء الأكاديمية وتم تدشين الأكاديمية في النسخة الثانية المصابقة في سنة 2019 عدد الأقبال اللي كان في المصابقة جدا كبير مما ساعد في عملية التدشين طبعا البرنامج الأكاديمية راح يساعد في تأهيل وتدريب المشاركين في بناء قاعدة صلبة وراح يمكنهم من تلبية احتياجات سوق العمل اللي تتماشى بعد مع رؤية مملكة البحرين 2030 هذه المبادرة بمخرجاتها المتميزة تتيح للشباب البحريني الفرصة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال ربط المعرفة بالتطبيق العملي واحتياجات سوق العمل ما يعزز من فرصهم في تقديم التنوع والابتكار الذي يساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز رائد ومتميز في تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات قطاع حيوي ومهم جدا أثبت أهميته بعد جائحة كورونا هذا القطاع لاقى اهتمام لذلك وفرت بحرين بولي تيكنيك فرص تعليمية ليس لطلبتها فقط وفرتها لشرائح متعددة من المجتمع بدعم من تمكين تحقيقا وتنفيذا لرؤية البحرين 2030 وتماشيا مع جميع التغيرات المحلية والدولية هذه الأكاديمية جاءت لتتولى العمل على ترسيخ أسس الإبداع والابتكار والتي تعد من أهم ركائز رؤية المملكة 2030 ولن يتم ذلك إلا ببناء قاعدة وطنية من القوى العاملة تمتلك مخزونا كبيرا من الخبرة والمهارة ما يؤهلها إلى المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي في البلاد منصة تعليمية متكاملة انطلقت من البحرين لتصبح الأكاديمية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والشرق الأوسط تتولى العمل على توظيف كافة الإمكانيات التعليمية لتقديم برنامج تخصصي متكامل يقوم على تعزيز قدرات الابتكار والإبداع في مجال الذكاء الاصطناعي خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر